اشتركوا في القناة من حسابتهم البنكية لدى بنك سياش وعبر مجموعة من المغاربة عبر منصة التواصل الاجتماعي عن غضبهم الشديد من اقتطاع اموالهم بدون اي مبرر من الوكالات البنكية التي يتعاملون معها وتابعا للسياش والاستجلاء الحقيقة ربط موقع لوستانف والاتصال ببنك سياش حيث اوضحت امل موهوبة المكالفة بالتواصل بالبنك المذكور انه لم يتم الاقتطاع من اموال زبناء بل تمت هذه العملية حينما تم التحديث والرصيد واضفت المتحدثة نفسها في تصريح للوسيتانفو انه تم تداروك الامر مباشرة بعد وقوع هذه العملية وتم ارجع الاموال المقتطعة لاصحبها وشددت المكلفة بالتواصل انه مباشرة بعد استدراك الامر توصل الزبناء برسائل النصية تفيد عودة اموالهم الى حسابة اموال البنكية اشتركوا في القناة